اشتركوا في القناة 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 كاين الحاجة اللي كيكون عندها حل من خدموها غير هكا غيب شوية هنتم كتشوفو يعني ضغياء ضغياء كيتسلق ما كياخدش وقت اللي طويل بنسبة الحليب اللي درتو يغلى ما كان يشمع السكر سانيدا ديك الساعة حتى كي يغلى وانطفي عليه فاشن يغلى وانطفي عليه صافي وعد كان يرلو هادك السكر سانيدا هنتم كتشوفو ضغياء ضغياء ضربته بهاد الفوي مره هكا ضغياء ضغياء ركيبان مطلوق يعني ما كياخدش معنا الوقت بزاف الصراحة كيجيني ساهل باش نوجد الرايب ما كان نقاش هزا واحد تسقلاه ولا كان نقول له راه راه يجي عاد غادي نصوب الرايب غرا يجيني سعيب عاد غا نوقف معه الصراحة ضغياء 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 ديرو الحليب يسخن نقصو شوية هكا وديرو داك الحليب يغلى وديرو وحد ما تنسوش ديرو وحد البقر جديا اللي ما يسخن في هاد الأثناء هادي هنا منينا سخلي منينا غلى لي ايا ذاك الحليب عفوان غلى غادي نديرلو هاداك سكار سانيضا باش يدوب محدو سخون هاكدا سافلو نحاول نخلط باش يتسطلق مزيان وميبقاوش داك الحوبيبات باينين يعني ضغياء يدوب ذاك سكار سانيضا منيك نكونو عطفين عليه يعني محدو غليان باش كيتسطلق معنا مزيان لك ذاك سكار سانيضا ما كيبقاش باتاتا هانتو مش تضغي يضغيا لان ارا غليان نضغيا كي يدوب السكار هانتو مخاكا ناخد بالمعلقا هانتو مكين شاداك سكار سانيضا ضغيا داب داباش نغندير غدي نخليه على جانب نخليه يعني حتي يبقى غيدافي بحال هكا غندير سبعي ما غديش يحرقني غيجيني غيدافي جهد ندير سبعي هكا يبقى غيدافي يعني ماشي ينقولو هكا سخون دير سبعي ونخطفو لا يعني يبقى غيدافي بهاد المعنى هالي هكا يجي افضل هنا كيف ما قلت لكم هاداك البقرج ديال الماء او داك الغلاي ديال الماء سخنتو حتى غلغا والحليب كيكون عندنا دافي هنا هاد الحليب هادا او صافي كان يعني كان نضيفو على داك على داك الشوية ديال الحليب اللي خليتو في هاداك في هاداك الاناء غنضيفو عليها كب شوية وانا كان نخلط انتو ما غدي نجيبو هو الول هكا ونبدأ نضيف نبدأ نضيف هكا بشوية وانا كان خلط هو راه مطلوق ما تخافوش منه يعني غدي يبقى حوبيب تصافي راه تطلاق مع داك شوية شوية ديال سميتو مع داك النصف ديال الياغورت وكان بدأ نصفيه يعني داك الفرارة ما نديروهاش هكا دا بقى نزد شوية وكان بدأ نخلط هكا إلا أصلح ليكم هكا يتهزوا يعني هكا وانتو ما غاتخلطو راه يعني مزيان اكتر يلي كان كين معكم اللي زعمها كي يساعدكم راه الصراحة ساهل ساهل ما تحتاجوش انه تهزولو شي يعني تبقاوا تقولوا راه صعيب أخصني هادي أخصني هادي أخصني هادي راه لأو صاحي realize انتم كان خويب شيو نبدأ نزيد صافي وانا كان خلط تبا صافي هكا German قليلا غدين أنخويه مرة وحدا ايه واغذين صافي نضرب هكا مزيان شوي بهاد الفوي وغدين نجيب صافي الكيسندية الي وانا بدأ نعمر انتم كيفما كتشوفوا رها تخلط مزيان مزيان يعني ذاك الدفع اللي كتخليفة الخرصة في هكاية كان خويها وخلطت هكا ضغية ضغية وكنجيب الكيسان ديولي كيفما قلت لكم أنا راني مصفيا وكان بدأ هكا نخوي كان حاول نقادهم باش يجيوني مقادين كان دير شوية شوية هكا فيهم بربعة وعادنا بدأ نزيد عود تاني باش يجيوني مقادين كلهم بربعة أنا صوبت هاد الكمية وانتو ما اللي بغيتو تديرو يطروا ليال الحلي برا غدي خرج لكم تمانية ديال الكيسان سافدة بغدي ناخد واحد واحد لإناء أو عفوا عولبة غدي ناخد واحد العولبة أو الطنجرة المهم أنا كنفضل الصراحة علبة لأن الطنجرة ذيك المال اللي كنديرو فيها كيكحل لنا الطنجرة كنفضل أنني ناخد واحد العولبة بحال هكا وغندير فيها المغليان هذي راهم ما كيضرهاش المغليان راهم دي مجربة يعني دي ما كان دير فيها سافي هندير فيها ديك المال اللي سخون نخويه باش نبدأ نستف الكيسان ديالي يربح لك كيف ما شفتو راهم المغليان اللي عندك البخارة كيطلع ديرو يعني العولبة اللي كتكون ما كيدرهاش المسخون سافي وستفت الكيسان ديالي بحال هكا يا وغادي نجيب غادي نجيب ديك الورقة ديال ديك الرولو اللي كيكون عندنا في الكوزينة نشرح لكم زيان باش كل شي يفهم ديك الرولو اللي كان نكون حاطين في الكوزينة كان أخدو منه هكا واحد كان أخدو واحد صفحة واللاجوج صفائح وكان ديروهم بحال هكا غاية ورقة واللاجوج نموع ما غاية ورقة ماشي مشكل وكان ديروهم هكاك على حساب ديك العرق باش ما يهبطش لنا في الكيسان لان إله هبط لنا دك العرق ديال المغطة هبط لنا في الكيسان غادي دخل ديك الماء وما غاديش يطلع معنا مزيان عاو تاني راتها دي واحد الحاجة اللي هي مهمة لان هنا غادي عاو تاني علاش قلت لكم الإنسان يشوف الطريقة ويسمع الشرح لانا كان اللي كي يطلع لي هديك الماء وكي تقول لك راهم ما كيصدقش ليا نتمنى الطريقة تعجبكم إن شاء الله وتزربوها وتنجح معاكم وشكرا لكم شكرا للمشاهدين والمتابعين والتعالق الجميلة الله يحفظكم ورمضان مبارك سعيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته